بلف فلف وارجع للطريقة قضية لاني بصراحة مبقدرش استغنى عنها مباستمتعش غير لما بعمله بالطريقة دي مهما تقولي لي غيري لطريقة بتاعتك اقولك مستحيل هي ديت احسن طريقة واحلى طعم تقدري تكلبي تعال اقولك ونشوف هنعمل ايه النهاردة ونسمي الله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام طبعا بقى لوصفة النهاردة عجبتك يلا شير عشان الكل يستفيد معايا كوبية من العدس بجبة وطبعا غسلها كويس جدا وسايبها كده تتصفى حطتها في مياه تكون بتغلنزلت عليها بعصرة لمون ونص معلقة من الكمون ونص معلقة من الملح وهسيبه كده لحد ما يبدأ اللي هو ياخد نص سوا معي بعد كده هرفعه من على النار في الوقت ده وكده كده العدس بقى معايا نص سوا في الاول خالص زي ما انت شفتي حمرت معايا رغفين من العيش والعيش اللي انا مستخدمها عيش بلدي عادي مقطعه بالمقاص مربعات صغيرة حمرته في قلب الزيت وكمان حمرت معايا بصلايا اللي هما محتوثين على الرخيمة دول في نفس الزيت اللي انا حمرت فيه العيش والبصل اخدت منه شوية حمرت فيه شوية مقارونا زي ما انت شايفه كده النهاردة هنعمل احلى اكلة طعمها حلوة جدا لذيذة مختلفة تماما ما بستمتعش غلما بعملها في حلة واحدة حطت كبايتين من المقارونا وبدأت اللي انا احمرهم اول ما اللون بيبدأ اللي هو يفتح معايا بنزل بكباية من الشعرين وفضل اقلب فيهم لحد ما اللي اتنين ياخدوا لون بعض بالشكل دوك كده اللون الدهب الجميل بعد كده نزلت بكبايتين من الرز والرز هنا نغسلية ومصفيها كويس جدا هقلبهم مع بعض واشوحهم وبعد كده هحط بقى مقدار الملح حطت معلقة كبيرة من الملح هحضر بقى معايا المية والمية هنا هحطها بنسبة الرز او لحد ما اتغطي الرز والمكارونا مع بعض كده خلاص بس هزود شوية مية كمان هسيبوا بقى لحد ما ياخد الغلوة الاولانية بالشكل دوت كده هنزل عليها بقى بالعدس والعدس هنا انا مغسلتوش ولا صفيتو من المية بتاعتو انا مجرد بس اللي انا هشيله كده بالمصفة من المية بس كده انا مش محتاجة لانا اصفيه ولا حتى اشطفه ولا اي حاجة هديله تقليبة واوطي النار لحد ما يبدأ اللي هو يستوي معي هوطيه اكني بعمل رز بالزبط وهسيبه بقى على نار هدية كده وتعالي نحمر مع بعض الطومة عشان نعمل احلى صلصة كشري هنا اخدت مغرفة حلوة من الزيت اللي احنا حمرنا في العيش والبصل اللي زيت طعمه فيه البصل حلو جدا هنحمر فيه معلقة من الطوم المفروم واول ما تبدأ تتحمر هننزل بمعلقتين كبار من الخل الخل الابيض وبعد كده هكون محضرة معي عصير طماطم طماطم فرش يعني ضربها في الخلاط ومصفيها كويس جدا حطيت معلقة من صلصة الطماطم المعلبة وانزلت بنص معلقة من الملح والكمون وكمان الفلفل الاسود لو انت حابة تحطي مكعب مرأة في الوقت دوت برحتك بس انا مش بحبها بعد كده بقى سبتها لحد ما تتسبك معي وكمان الكشري كان استوى الله بقى على الجميل شوية كشري استهله بقك لازم تتجربي نفس الطريقة دي لو انت بقى عايزة تسلوء شوية مكارونا كده بيضة برحتك خالص مكارونا مسلوقة يعني بس انا كهبة بحبه كده اوي نعمل بقى مع بعض طبق وطبعا عملنا الشطة والدقة الشطة عبارة عن الصلصة بتاعت الكشري اخدت منها معلقتين وزودت معلقتين من الزيت بتاع البصل اللي احنا حمرناه وحطيت معلقة شطة نشفة وكده بقت معنا شطة لذيذة اوي اما الدقة حطيت 3 معالق من الخل عليهم 4 معالق من المياه عصرة لمونة حلوة كده لمونة حلوة معلقة من التوم المفروم شوية كامون وشوية ملح وده كده بقى الكشري بتاعنا بتاعي النهاردة يلا جربيبه وقليلي رأيك في ايه ومنشن بقى للي حبيبية قلبك ترجمة نانسي قنقر